شأن شأنكم ربما لم يمر علي في حياتي حالة أو لم تمر علي حالة مصابة بهذا الصرع ولذلك أول سؤال خطر لي ما الذي تصاب به هذه الحالة و كيف يبدو هذا الصرع هل يخر المصاب مغشيا عليه على الأرض مثلا و كيف يمكن التعامل معها هذه السؤال و طبعا أسئلة أخرى مشاهدين الكرام نحاول أن نفهم أكثر ماذا يحدث مع هذا النوع من الصرع النادر و مع ضيفنا الذي يحدثنا وهو اختصاصي البصريات و العيون الصناعية حسين ملوحي أهلا و مرحبا بك دخول حسين هياك الله يعني نتحدث أولا قبل كل شيء يعني أنا بداية خطر في بالي سؤال بسيط جدا الشخص الذي يصاب بهذا الصرع قبل نتحدث عن أسباب و عن أشكال و عن آثار و عن كذا ما الذي يحدث له إذا أصيب به أهلا بحالة نوبة الصرع في مجموعة من الأعراض منها بيجي التعاب والإرهاق منها شد العضلة منها حالة التشنج منها أحيانا فقدان الوعي الغسيان و ممكن يصير عض على اللسان على المنطقة الخدود من الداخل هون بالنسبة لهذه نوبة الصرع اللي ممكن تمتد لخائية خمس دخائر هون بيحتاج المصاب لمساعدة من الموجودين بجواره طيب جميل جدا هذه المساعدة هذه الحالة التي نتحدث عنها ربما نحتاج أولا أن نفهم كيف يحدث أو كيف تحدث نوبة الصرع المرتبطة بالضوء هذه أعتقد دكتور كثير من الناس لا يعرفون عن هذا الأمر بداية و قبل كل شيء ما هي الأسباب وهل لدينا أسباب جينية أم أنها مرتبطة بأسلوب الحياة أم بماذا هلأ بداية قبل ما ندخل بموضوع صرع الحساسية البصرية رح نتعرف أكتر عن موضوع الصرع اللي هو بيصيب تقريبا 1% للأشخاص حسب جمعية الصرع البريطانية والجمعية الأمريكية للصرع كامل عدد مرة أخرى نسبة 1% الجمعية الأمريكية رفعته لـ 1.2% من هذه النسبة في عنا 3% بيصابوا بالصرع الحساسية البصرية ترتفي عند الأطفال بتقلمت كلمة قدمنا بالعمر حتى نفهم شو هو الصرع بشكل أساسي بدنا نفهم الإدراك الحس البصرية كيف يصير وشو الرابط بيناتهم الإدراك الحس البصرية في عنا منبهات في المنطقة المحيطة في عنا مستقبلات لهذه المنبهات مثل العين، الأنف، الأزن، الشم، اللمس هذه المستقبلات توصلها للتنبيهات التنبيهات هذه تنتقل، تتحول من منبهات ضوئية شمية، سمعية، ذوقية، حسية إلى شحنات كهربائية، إلى سيالات عصبية كهربائية تنتقل إلى كل منطقة خاصة فيها بالدماغ هذا الانتقال بيكون عندنا ملايين من السيالات العصبية في نفس الوقت لما بيصير عندنا أي خلال في انتقال السيالات الكهربائية للمناطق وتحليل عملية تفسير هذه المنبهات بيصير عندنا نوبات الصرع الآن الاختلاج هو حالة من هذه المشكلة بتصير بكهربة الدماغ لكن ما بتتكرر أما بالصرع هو مرض مزمن، متكرر، غير معدي بيصيب نتيجة السيالات العصبية الكهربائية ودون انذار مسبق بدون انذار مسبق لكن في محفزات في أمور محفزة تنبع موضوع أنه ممكن الشخص يتعرض لنوبة الصرع لحتى نفهم الصرع بشكل أساسي بشكل كبير يعني الموضوع أنه عندنا سيالات عصبية كميات كبيرة عم تطلع لدماغ حتى نبسطها قليلاً هي إشارات العين لا ترى ولكن العقل هو الذي يرى الدماغ هو الذي يرى العين هي بتستقبل بتحول الإشارات الضوئية إلى إشارات كهربائية بتنثقل لمنطقة الرؤية في الدماغ جميل الدماغ بيكون بعملية تفسير لهذه التنبيهات أنه مثلاً حتى يعني الموضوع كتير جميل حتى عندنا ما نفهم كيف تتم عملية الرؤية مثلاً أنت واقف أمامي حكيت لك أنظر لهذا المجسب مجرد نظرك قامت ملايين عمليات التحليل والعمليات الدماغية حتى فهم خلال هاي النظرة خلال هاي النظرة أني تنظرت لهذا الشكل في عندنا أول شي حلل شكله أرسلتن به للشكل طابقه عندك بالزاكرة الموجودة عندك أنه هذا شكل إنسان شكل رأس إنسان ثاني شيء الألوان راحت لعند مركز الشبكية حلل أنه عندنا لون أحمر عندنا لون أبيض عندنا لون أزرع راحوا لعند دماغ دماغ استقدم الزاكرة المخزنة عنده فسر كل لون بهذا هذا في الحالة الطبيعية هذا في الحالة الطبيعية بتصير الضوء بشكل سليل في هذه المنظومة التي شرحت ما الذي يختل تحديدا حتى يمكن أن يصاب الإنسان بحالة الصرع هذه بحالة الصرع بيصير نتيجة مثلا ضغط عامل وراسة إجهاد الكهرباء السيالات العصبية بيصير فيها انقطاع أو الرباك فبيدخل الشخص بنوية صرع يعني مثل لو عندنا جهاز الكمبيوتر عندنا كم معلومات كثيرة كبيرة عم يعالجها هناك خلل في أحد القطاع طبعا عنده كم معلومات عم يسي كثير ما عم يقدر يعالجها كلها بيكون هنك وقف نفس الشيء بحالة توبط الصرع طيب دكتور ما دمنا تحدثنا يعني هذا شرح جيد إلى حد كبير جدا ولكن أنا أريد أن أفهم منك الأسباب يعني لماذا أنا مثلا أعمل كما ترى هنا تقريبا يوميا في الضوء محاط بالضوء بالشاشات هذه الشاشة الكبيرة إلى آخرين لماذا هناك منهم معرضون للإصابة بهذا النمط من الأمراض أو المتلازمة أو الصرع وآخرون يعيشون حياتهم بشكل طبيعي طبعا أول شيء نسبة الإصابة واحد بالمئة مانا قليلة بالنسبة للصرع جزء منها صرع حسي بصري في أشخاص عندهم عوامل وراسية بتأثر عوامل وراسية عوامل وراسية في أشخاص ممكن تعرضوا عند الصغر لصدمة على الرأس في أورام ممكن تجي بالدماغ ممكن تسبب صرع بسموه بؤري أو معمم بكامل الدماغ تختلف بها المحفزات أشخاص المعرضين للإصابة بالصرع لما بيتعرضوا لبيئة فيها محفزات نوبة الصرع مثلا مثل أنماط بصرية أنماط هندسية أشكال هندسية إضاءة تباين بالإضاءة يعني تتراوح مثلا تباينات أو اهتزازات بين مثلا 3 إلى 30 هرتز خلال الثانية الواحدة ممكن يعمل الرباك عندهم بالنسبة لنقل المعلومات وتفسيرها هذا نفس الشيء منشوفه لما بيكونوا الأطفال قريبين جدا الشاشة عم يستخدموا الألعاب لفترات ساعات طويلة الدماغ عنده كم كبير إن المعلومات بده يحللها وبده ينقلها وخلال وقت طويل بيصير فيه عنده إجهاد بيكون هذا الشخص أساسا فيه عنده الاستعداد هو مستعد للإصابة بهذا النمط بيصير هذا المحفز سبب له نوبة الصراع الصراع بنسميه الصراع الحس البصري نتيجة هذه المحفزات نتيجة أنماط الإضاءة القوية أنماط الإضاءة المتقطعة الشاشة الكبيرة قربون الشاشة الوقت الطويل بيسبب هذه الأموم يعني أنا أتخيل بأنه مفزع ومقلق إذا كنت مثلا أنا جالس مع أحد الأصدقاء أو مع قريب من العائلة وفجأة تعرض لهذا الصراع هذا أمر مفزع ومقلق أليس كذلك أكيد أكيد طيب كيف ينبغي التعامل معه بالمقام الأول أولا أنا أريد أن أعرف هل هذا صراع لسبب الضوء أو لأسباب أخرى قبل كل شيء وبعد ذلك كيف أتعامل معه هلأ مجرد ما دخلت نوبة الصراع بدأ تكمل مراحلها تقريبا إلى خمس دقائق بس تشنج الشخص صار في عنده اختلاج صار في عنده نظر ضغية صار عنده مثلا شد بعصبة ممكن يصير عنده فقدان بالمسانة ضغط على اللسان أول شيء دخل موجه فترة الصراع مباشرة في تدابير مباشرة بدنا نتعامل معها هي دخل نوبة الصراع بدأ تتم هذه الفترة منها أنه ندحرج الشخص جانبا طيب لكن لم تقل لي كيف نفرق إذا كانت هذه نوبة صراع لأسباب أخرى أمني لأنه في نهاية الأمر تقريبا هي إشارات كهربائية في الدماغ تمام هلأ إذا نفرق بين الاختلاج والصراع الاختلاج حدث ممكن يصير مع أي إنسان مع أي شخص بأي مرحلة عمرية تمام بس ما بيتكرر ما نموز من ما بيحتاج أدوية لمعالجته أما إذا صار فيه تكرر بده يعمل تخطيط كهربائي لدماء بده يراجع الطبيب متخصص بالعصبية لمعرفت هذا العرض اللي عما يتكرر أما إذا نتيجة إجهاد شديد مرة كل مدة طويلة صار معه هذا الاختلاج والأعراض هذا فهذا الموضوع ما نشكله أخيرا العلاج يعني باختصار العلاج أصبح متاحا أكيد كيف؟ أول شيء علاج الصراع بشكل أساسي منهض الحس البصري والأمور هذه من خلال أدوية معالجة الصراع وهي نجحت بمعالجة 70% من حالات الصراع بقية 30% هذا حالات مستعصية مع العلاج هي الأدوية اللي بتعالج الصراع المعمم على جانبي الدماء فهي الأدوية اللي بتعالج حالات الصراع منها بتعالج الصراع الحسة البصري العلاج كمان أنه مبعد عن المحفزات اللي بتسبب الصراع أساسي يعني أن يدرك المريض ذلك بشكل أساسي يعني الوقاية خيره من العلاج يعني ما في داعي أنه نستخدم أجهزة الكمبيوتر لفترات طويلة اللعب ساعات طويلة القرب جدا للشاشة التعرض لإضاءات ونحن نعرف أنه فيه عندنا استعداد للإصابة بالصراع فبدنا نبعد عن هذه الأمور وأيضا كمان مثلا لما بيكون الأنماط الإضاءة مثلا إنعكاس الإضاءة على سطح الماء ممكن نستخدم لكن في نهاية الأمر تعرف فهذا ليس دائما متاحا أنا أتحدث طبعا من واقع يعني كان لدينا أحد الزملاء ربما لديه حالة شبيهة ليست 100% لكن حالة شبيهة ويعمل في وسط الحواسيب وداخل غرفة الأخبار إلى آخره فهذا الأمر يكون صعبا إلى حد مالي ذلك وهذه لقمة العيش كما يقال بدو يتحكم درجة الإضاءة الوسطة اللي عم يشتغل خدر الإمكان إنه ما يكون فيه تباين كبير خصوصا يعني ربما من خلال النظارات أو الأجهزة الخاصة أنا منتن وشاكل لك اغتصاصي البصرات والعيون الصناعية يا حسين الملوحي شكرا لك الله أهلا وسهلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة